السلام عليكم معكم محمود من قناة روا لايف انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوده بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادئ له بإذن الله ثم اما بعد النهاردة هستعرض معاكم سيناريو لشراء تذكرة من الموقع او من الابليكيشن بتاع بابيدا التاني وتالت ورابع اقول لك انا مش براواج لها ولكن هي اسعارها رخيصة فاذا كان فيها مصلحة نعرضها لكو في شركة تانية ارخص برضو نعرضها لكو فانا انا دورت مثلا على موسكو شرم الشيخ عايز تروح من موسكو لشرم الشيخ عايز تفسح انت وزوجتك او اي حاجة ادي هو مثلا احنا هنستعرض يوم 23 فبراير تذكرة ب4872 روبل والمعاد قدامنا هون من الصبح يعني هتوصل على الظهر رحلة مباشرة اربع ساعات خمسة وخمسين الناس اللي سألتني على موضوع هي مباشرة لا هي مباشرة الناس اللي سألت على انها انظام الشنط لو عايزين ناخد شنط كبيرة صدقني مش هتدفع فرق كبير لان مثلا هنا اقول 5000 روبل هنا دي 9000 لو خدت اللي هو الفيبر ده او الاختيار ده اهو اللي هو اسمه ماكسيموم ده هيديك اعتقد شنطتين او شنطة كبيرة على الاقل فاحنا عارفين ان مصر التقرام بتدي شنطتين كل واحدة 32 كيلو جرام فالناس طمعونا في حاجة زي كده بينما الايرفلوت ما بيعملش كده الايرفلوت تذكرة من غير شنط وانت لازم بتشتريها فالمهم دي خدمات مفروض بتتخلص منها اللي هي اللي استرخباني او حاجات من دي ولكن خلينا في الباجاج ده اللي يهمنا فعايزين نعمل دبابة الاسف ما شفتش احنا متاح لنا كام اصلا بس هو هيكتبها يعني في الاخر هيكتبها فهو الغرض بتاعنا ان احنا نضيف فهنا بيقول لك اهو باجاج عايز عشرين كيلو بألفين ورمائة روبل فقط فقط مش مبلغ فالك يا عايز اتنين وتلاتين كيلو بألفين وتسعمائة روبل فقط تعال نضيف بقى نقدر نضيف كم شنطة ده انا هفسحك ده انا هبسطك ضفنا لحد اربع شنط اخر حاجة اربع شنط خمسة كمان يا خمسة ستة سبعة بتعرف تعدي لحد كام تمانية تسعة وده اخر تسعة لو خدنا تسعة شنط كل واحدة اتنين وتلاتين كيلو كيلو يعني عزال من الاخر عزال لحد تسعة شنط على الببيضة رايح اشرم الشيخ من موسكو طيب قد تنين وتلاتين كيلو اضرب في تسعة وقول لي بقى ايه طلعت كام يعني لو قلنا تلاتة في عشرة بحوالي تلاتة في عشرة بثلتمية كيلو عارفين يعني ايه تلتمية كيلو عزال من الاخر طيب بعد كله شوف هتدفع كام ستة وعشرين الف ده بتسكرة بكله ده رايح بس تعال نشوف بقى هي اصلا بيدينا كام هنا لو عايز تضيف مثلا ايه البيزنس زال عايز تقعد في قاعة البيزنس هنا لو عندك اي ادوات رياضية او بجاش خاص يعني ادوات مثلا جيتار حاجة عسف دي بيبقى ليها سعر مخصوص مختلف الف وخمسمائة روبيل وانا ايسا ما اسأل ما مش عايزين الكلام ده كله عندنا هنا ستة وتلاتين الف يبقى التسكرة احنا خدنا ام تسعة زائد البجاش ستة عشرين يعني اقول تقريبا ستة وتلاتين الف انا عايز اعرف بس ايه ثواني بس ترى خمانين وجنة تمام والله يبص يعني حاجات انك تاخد معك بجاش كتير انا بحباش قوي يعني ان الواحد يروح بحاجات كتير ويرجع بحاجات كتير بس لو طبعا في ناس حبايبك موصيناك على حاجات تجابها لكن هتوصل طبعا هيبقى فيه جمركة وحواديد يعني طيب انا عايز برضو مجابش ده علشان تختار مجانا متضمن في الباكيج اللي احنا اخدناها اللي هي الماكسيموم انك تختار المكان مجانا فانا بقول لك الكريسلا ده نختاره اللي هو المقعد ده تمام اختارناه واحنا معاه لما شاء الله يلا نيجي لل اعتقد البيانات الشخصية بقى هيتطلبها اه طبعا بس انا يعني انا عايز ارجع اشوف بس ايه الشنط دي هل الماكسيموم ده بيدي قد ايه طيب احنا عرفنا السعر اهو من الاخر اهو ستة وتلاتين الف متين وستين متين وستين يعني ده للتسعة شنط واكيد شنطة على الاقل بيديها الماكسيموم ده فيبقى كده معانا عشر شنط على الاقل اه منهم تسعة اتنين وتلاتين كيلو يعني حاجة ضخمة جدا مش جدا يعني بس عزال يعني تاخد معاك دلتمية كيلو وده الجزء يا جماعة اللي كنت عايز اقره لكم اللي هو البازفي اللي هو الحاجة البيز اللي هو السعر الاربعة تلاف وتمنمية ده اه من غير شنط خالص معاكش غير بس شنطة بينما الفيجادني اللي هو كان الاختيار التاني بتاخد باجاج عشرة كيلو وزي ما توقعت هي باجاج واحدة عشرين كيلو لماكسيموم ومجانا بتختار الكريسلا او المقهد بتاعك وهنا برضو مجان ولكن الفرق عشرة كيلو هنا وهنا عشرين كيلو يعني بصراحة بحسبة بسيطة انت احسن لك تاخد التذكرة اللي هي البازفي اللي هي بيزيك ما فيش اي حاجة وتضيف الشنط زي ما شفنا لان الشنطة الوحدة الاتنين وتلاتين كيلو بألفين وتمنمية هنا انا هدفع لحد تسعة تلاف من خمسة يعني اه حوالي اربعة تلاف روبل زيادة بدفعهم علشان اخد شنطة عشرين كيلو واختار المقهد مجانا معلش نستويت يعني تمام هو ده كان السيناريو بتاع مصكفا شارل الشيخ هنا بقى ده السيناريو تاني اللي هو ما بين من الغردقة رايح موسكو تمام يوم اربعة وشرين فبراير اهو اه اغلى شوية طعا نروح قدام كده تمانية اشوف يعني الواحد اه ماشي خلينا يوم اربعة وشرين فبراير اه ونختار زي ما اتفقنا البازا فيه فيبر ونشوف بقى الدنيا بالخمس تلاف وشوية دول نعا اقول ستلاف روبل وهنضيف الشنط زي ما اتفقنا تعالي مش عايزين حاجات صورة عايزين الكبير هنا بتلات تلاف الشنطة الواحدة لتنين وثلاثين كيلو يعني عزال بس المرة دي هنختار حاجة معقولة ريزا نوبيل يعني لو انا عايز ارجع روسيا بشوية هلاهيل قديمة عندي ايه على شوية اكل على خزين على حاجاتي اعني اربعة شنط اعتقد كويس جدا اربعة في اتنين وتلاتين هي انت بتكلم في مية تمانية عشرين كيلو ده ده يعني مية تمانية وعشرين كيلو هتخدش الليس يقولك التداخل تحارب طيب هنا التوتل هيبقى كام هيبقى تمنتاشر وشوي ده تلاتة في اربعة في اتناشر والتذكرة اه بالزبط كده واختيار المقعد قول متين تلتمية روبل مش حاجة مش مبلغ ضخم والتيكت الرحلة مباشر فيعني حاجة لطيفة جدا هنا بيقول لك بقي انت يعني اسعار يعني هنا عايز كريس العادية باتنين وخمسين روبل اللي هي ممكن في النص والحاجة اللي هو مقعد واسع شوية بالف روبل في هنا بس بخمسمية روبل وتختار اللي انت عايز طيب على مسلا نختار المقعد العادية خالص كده نشوف ده هحسبها بكم بربعمية روبل يعني كلام فارغ ماشي اختار لنا ده ده يعني محاكاة لشراءة اسكرة طبعا لو روحت على كاياك ولا سكاي سكانر او يانديكس فلايتس ممكن ما يجيب لكش قوي التفاصيل دي مش هجيب لك كل اسعار والموقع بتاع الشركة اعتقد افضل تمام هي دي كانت حلقتنا النهاردة وهي دي كانت المعلومات اللي حابب اشارها معاكو للناس اللي عايزة تحمل بقى وتشيل بضايع كتيرة اه معاها سواء في الرايح او في الجاي عشان برضو في ناس كتيرة بتعمل بزنس في القصة دي وبتودي وبتجيب فيعني هيخدمهم موضوع الشانط ده فقلت اه نعمل حلقة دي الناس بتاعة حبابنا بتوعو شارم والغرداء اللي بيروحوا يجوا على موسكو هعمل لكم حلقة تانية عن اس 7 طيران اس 7 ازاي تختار التذكرة ورحلات امتى بس بقى مش من موسكو من كازان ويقفة ونشوفكم على خير في حفظ الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ولا يليه الا انت استغفر كواتو بلايك تشوفكم على خير في حفظ الله السلام عليكم